وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زاحمه عند باب الجنة فقال لجبريل من هذه يا جبريل قال إنها امرأة وقفت على رعاية ابن أهل أيتام وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصباعيه السبابة والوسطى فكفالة اليتيم تجعلك بقرب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما أيضا تحل البركة على كافر اليتيم وعلى ماله